اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم اقرأ بلساني انجليزي نعم هذه القناة التي تهدف الى تطوير اللغة الانجليزية لديكم نعم من خلال التطرق الى مجموعة من المواضيع بلسق المجموعة من المهارات اولها تعلم الحوار والتحدث بلغة الانجليزية بطريقة فعالة وبشكل سريع ثانيا كذلك تحسين النطق الذيكم نعم النطق الانجليزي البريطاني السليم حسب قواعده بالاعتماد على اصراره مثل النبر والتنغيم ايضا في قناة اقرأ بلسان انجليزي تجدون ظلتكم من ناحية المصطلحات وكذلك بنائها عن طريق القراءة وايضا تعلم قواعد اللغة الانجليزية حتى تتقن المكتوب بالاضافة الى المقرؤ وكذلك كيف تتحدث بطريقة صحيحة وسليمة درسنا في سلسلتنا اقرأ بلسان انجليزي ان شاء الله ستتمحور حول تعليم اللغة الانجليزية في خمس دقائق نعم تعليم كيف تتواصل او تتحاور انت تريد ان تتكلم بلغة الانجليزية وانت كذلك تريدين ان تتحدث بكل طلقة وبكل سهولة تبحثين عن وتبحث عن وقت مختصر ومختزن نعم انتم كذلك تريدون تعلم والحديث بلغة الانجليزية الامر بسيط فقط سنقدم لكم تقنية منهجية علمية بيداغوجية فقط في خمس دقائق لتعلم تقنيات التواصل والحوار باللغة الانجليزية درسنا اليوم باذن الله سيتناول خمس مصطلحات خمس تعابير بالاحرى هي جد مهمة في التواصل لنبدأ على بركة الله التعبير الاول وهو with pleasure لاحظ معي with pleasure هذا التعبير كما تلاحظ يتكون من كلمتين كلمة with وهو حرف جر بمعنى بي او مع ثم لدينا كلمة pleasure وهذه الكلمة كما تلاحظ تتكون من حرف s u and r وهنا هذه الاحرف تنطقى كحرف الجيم في اللغة العربية فنقول pleasure pleasure نعم pleasure with pleasure فإذا قمنا بشرح هذه الكلمتين نجد أن with كما قلنا تعني مع أو بي لكن كلمة pleasure أصلها من كلمة please بمعنى من فضلك وهنا تصبح pleasure وكلها تعني بكل سرور نعم with pleasure تخيل معي أنك في حوار مع شخص ما فيقدم لك عرضا مثلا كأن تذهب إلى شرب قهوة أو مثلا في الذهاب إلى نزهة إلى آخره فترد على مخاطبك بقولك with pleasure with pleasure بمعنى بكل سرور الآن نمر إلى التعبير الثاني the second expression التعبير الثاني وهو جد مهم في التواصل باللغة الإنجليزية ونقول I have no clue I have no clue نعم هذا التعبير يعني باللغة العربية ليس لدي أي فكرة نعم ليس لدي أي فكرة مثلا كأن يحدثك شخص ما مثلا ستقام مباراة مثلا أو يعرض فيلم على الساعة كذا هذا المساء وأنت لا تدري أو ليس لديك علم وأنت تود في مشاهدة ذاك الفيلم مثلا أو تلك المباراة ولكن لا تدري فتقول I have no idea هنا الصديقك يحاول التأكد منك من خلال تقديمك أو تأكيدك لمعلومته التي هي هو ليس متأكد بها فتقول I have no clue بمعنى I have no idea ليس لدي أي فكرة فتقول I have no idea الآن إذا قمنا بشرح كلمات هذا التعبير فنجد I بمعنى أنا ثم I have وهو اللي الملكية بمعنى I have no بمعنى ليس لدي ضحل أن I have no هنا للجملة السلبية clue وهو الدليل أو الحجة لكن حينما ننطق أو نعبر بهذا التعبير كاملا نقول I have no clue بمعنى ليس لدي أي فكرة الآن نمر إلى التعبير number three رقم ثلاثة هذا التعبير نقول مثلا I couldn't believe my eyes كما تشاهدون I couldn't believe my eyes يمكننا أيضا القول I can't believe my eyes وهنا المعنى بالعربية يعني أنني لا أصدق عيني مثلا لاحظ معي أنك مثلا يخبرك شخص ما مثلا لقد اشترى إليك سيارة مثلا فتقول I couldn't believe my eyes I couldn't believe my eyes أنت لا تصدق عينيك بمعنى أن الأمر يبدو مستحيلا وهنا لاحظ معي إذا قمنا بشرح هذا التعبير نجد أن I بمعنى I couldn't I could not بمعنى لا أستطيع believe وهي من فعل آمنة يؤمنه I could not believe أي صدقها أو آمنة آيز وهما الأعين إذن I couldn't believe my eyes بمعنى لا أصدق هذا أو هذا الشيء بمعنى أنه مستحيل أن تتقبله الآن نمر إلى التعبير number four the fourth expression هنا نقول مثلا no way no way وهذا التعبير يعني باللغة العربية مستحيل مستحيل مثلا قد يخبرك شخص ما بأمر وهو يبدو نعم مستحيلا وغير منطقيا فتقول no way no way إذا لاحظ معي كلمة no بنتعني لا ثم way وهو المصار أو الطريق لكن حينما نجمع الكلمتين معا تعطينا تعبيرا يهدف وهادف وكذلك مفهوم لدى الأجانب بخصوص اللغة الإنجليزة ويساعد على التواصل فتقول no way no way الآن نمر إلى التعبير الأخير في درسنا اليوم وهو the fifth expression وهو really نعم really لاحظ معي أن really تتألف من r e a double l and y إذا هذه الأحرف إذا ما حدثنا آخر حرفين بمعنى y and l تصبح لدينا كلمة real يعني real بمعنى الحقيقة لكن حينما نقول really really بمعنى أحقا فهنا أنك تؤكد على مصداقية ذاك الأمر فتقول really أحقا really لاحظ معي هنا كلما كان النطق في هذه الكلمة من أربع إلى سبع ثواني يكون أكثر بلاغة في التعبير ويصل إلى الآخر فتقول really فهنا يعبر على أنك مندهش من هذا الأمر وتقول حقا نعم إذا هذا درسنا اليوم بخصوص هذه التعبير الشائعة بخصوص التحور والتواصل باللغة الإنجليزية نعاود هذه السردة هذه التعبير المهمة فنقول the first expression التعبير الأول بطبيعة الحال فنقول with pleasure بمعنى بكل سرور ثم التعبير الثاني I couldn't believe my eyes I couldn't believe my eyes ثم نقول أيضا I have no clue بمعنى ليس لدي أي فكرة I have no clue التعبير أيضا الآخر وهو no way بمعنى مستحيل no way وآخر التعبير وهو really really أحقا نتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس السريع بخصوص تعلم اللغة الإنجليزية في خمس دقائق كيف تتواصل كيف تجيب وكيف تتحور إلى اللقاء Goodbye 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 Goodbye